وقد إيه ده أعتقد كمان خلاهم يتعرفوا أكتر على الشخصيات وحقيقة الشخصيات اللي هم موجودة عندهم النزيل اللي موجود عندهم ده جواء إيه؟ ده بيقول إيه؟ ده كان نفسه في إيه؟ ده ندمان على إيه؟ ده عايز يعمل إيه؟ يعني أعتقد أن التجربة كلها الحقيقة تجربة فيها قدر من الإنسانية كبير جدا عالي جداً كمان فكرة استعاب وقتها احنا بنتكلم في الستنات استعاب ملازم أول أو ملازم تاني صغير في السنة بالنسبة للرتب يعني يقدر يستوع بالنزيل ويساهم من ماله الشخصي في مجلة للمساجين من كتر اعتقاده وإيمانه وتزديقه للتجربة دي وللإنسان والشخصيات دي مركز تأهيل مسجن يعني مركز تأهيل بأهل الناس إزاي تتعامع المجتمع وهم كانوا يقدموا أفكار مدهشة يعني مثلاً يقول لك إحنا ليه بدل ما بعمل مجهود خرافي في السجن مثلاً في حاجة مثلاً وليكن تكسير سخور ليه ما استغلت في مصنع وأخد فلوس يومية تساهم بجزء منها في تطوير السجن وجزء منها أخد ونطالع عشان أبعي المجتمع فهنا تفكير مختلف تماماً بالله بقول حريك نزيل بيطلب مجلة المصور هلالب الجيش أو مجلة الهلال فلأ يعني كان فيه مستوى عالي قوي قوي من النطج والتفكير والمراجعة لما حدث خارج السجن يعني أغلبهم راجع يعني أغلبهم راجع حياته بره وكتب عن قصص مختلفة عن حياته بره أكيد كان فيها كمان جزء يعني فيه قدر من السخرية يعني إحنا برضو شعب بطبيعتنا دمنا خفيف حتى ما شاكلنا بنطلع منها النقطة حتى ما شاكلنا بنطلع منها الحتة اللي بنتحك عليها والضحك من قلب المعاناة دي تجربة برضو ما هي السهلة مدهش مدهش بالزبط التجربة بنت الشقة تجربة بنت الشقة يعني لوحد لما بيشقف عمل حاجة حتى عمل لوحة يعني حتى رسم لوحة ده بيطلع تجربة مختلفة أو بيطلع تجربة حلوة الأجمل بقى انه شقة وتطلع منه دحك مش بس تجربة نطجة يعني الحقيقة هو ما طلعه دحك مدهش مدهش يعني مدهش يستمر لحد الآن يعني لو قلت لحضرتك حاجات من المجلة هتتحكي النهاردة ده مكتوب في الستنات وعملوا باب للفكاهة وأشرف عليه حد اسم محمد يحية سجين نزيل في السجن فلأ هم ناس كت مدركة لأخف دم بقى عندهم أكيد يعني يختاروا أكثر واحد دمه خفيف عشان يكون هو المشرف على الفقرات أو الكتابات المضحكة بالنسبة لهم بالضبط يعني أنا فاكر مثلا في مرة كان بيحكي بيسرت خصة بمسلوب أدب جدا جدا يعني فبيقول إنه فيه أحد كفيف واثنين نزلاء منهم واحد كفيف طلعوا يجيبوا صباطات بلح فأحد طلع والكفيف تحت فمش شايف اللي فوق ده منطقي جدا فالشخص اللي فوق النخلة ده وقع وقع عليه تحت فبيقول له عفرم عليك يا شيخ محمد احدف كمان صباط يعني كان طول الوقت فيه سخرية لطيفة وتعيش ايه ايه وحقيقية جدا وحقيقية جدا وعشان كده عاشت المعاناة طلعت منهم دحك حلو اكيد اكيد كانوا بيعملوا حاجات فكاهية جميلة وفاقد راج برضو للصحافة زي مثلا تلاقي في مجلة فيه رقيب من نفسهم ايه مش من السجن ايه يعني مسجون هو الرقيب على هو رقيب على المجلة اقتفاءا بما كان يحدث في الصحافة المصرية فطل تربعنات انه بقى فيه رقيب فاحنا بنعاين رقيب من نفسنا فيلغي صفحة يلغي مقال انه ده مش مناسب للناش فده تجربة مدهشة اصلا فكرة تجربة من جير رئيس تحرير او من جير حد يقود العمل هي فكرة مدهشة لوحدها مفهوم يعني مفيش حد بيقود المجموعة دي ايه يعني ايه ان يكون عددهم كان عشر عشرين في المجلة ايه زي العشرين ديول بيقدوا يتفقوا على اساس التحريرية بيقدوا يقفلوا مجلة نجيب صورة لمجلس تحرير مجلة فيه سكرتال تحرير وفيه مدير تحرير وفيه رئيس تحرير وكلوما ساجي مفهوم فكرة تجربة مدهشة طبعا